صرتنا اليوم عظيفنا اليوم السيدة أحمد كعلولي رئيس الوزير السابق سكاسترائيلت لك الرئيس السابق تطمح رئيس سيدة أحمد؟ لا 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 جملة عند الزيادة مصيبة مسكينة با نواصل نحكيوها سيدة أحمد على فترك فترتك في الوزارة من الحاجات تقريبا ينشدوا الانتباه وقتها القضية متاع حل المكتب الجامع متاع رئيسات الإلكترونية ولكلان برشد قال نستحضر حتى تدوينك أنت على فيسبوك شغيرة للمحام علي عباس لما حتى تشبهت فسيد وقتها فسرنا شنو ساير وقته؟ الجامعة هذية الجامعة هذية الرياضات الإلكترونية إي سبورت هذي من أهم الرياضات في العالم وبالطبع في تونس تونس من أهم الدول في منطقة العالم العربي وشرق الأوسط اللي فيها عدد كبير من الشباب اللي يمارسوا الرياضة هذية يعني عددهم لا يقل عن الآن يمكن قولوا حتى مليون شاب تونسي يعني يمارسوا الرياضة معناها لما كنت في وظيفة كاتب الدولة كنت قدمت مساعدات جدية للمكتب أو الهيئة التأسيسية للجامعة هذية نعرفوا لي هو ما هوش هيكل منتخب هو هيئة تأسيسية وأصلا جبناهم وناديت الإدارين في لدارة عامرياضة بشيفهم وشنو السبور هذية؟ وساعدناهم وحتى خصصناهم ميزانية ولكن في نهاية هما ما تقدموشي في العمل متاعهم هذي رياضة فيها تقريبا كما قلت لك يعني قرابة أما مش كأنهم برشا كجماعات ماهمش عاملين جسعة عامة انتخابية متاح علش تم التعامل مع عامة وفاقت؟ مش مش لأنه جسعة عامة انتخابية هاتوا نحكة كم المثال؟ مسئلة جسئية يعني جسعة انتخابية وان كانت مهمة وان كانت مهمة أولا تم إقصاء أغلب الجمعيات وتم فض شروط يعني مجحفة على الجمعيات بيش تولي من خرطة في الجامعة ولذلك كان عندهم كان 12 جمعية بينما انت عندك على أقل مليون ممارس للرياضة هذية ثانيا كان ثم التناقض أو تضارب مصالح واضح بين الأستاذ أو الشخص اللي كان يرؤس الجامعة هذية وبين أنه كان يرؤس جامعة وعنده شركة البزنس متاحه هو النشاط الرياضي متاع الجامعة هذية واضح هذه واضح بل أصلا هو كان يسافر وقدم نفسه على أساس هذين الصفتين ولذلك كان ما كان شي ممكن أنه يواصل في المهمة هذيك كنا له تغادر تقدم نفسك بعدك لانتخابات ما عقبناش في شخصه لأنه تطبيق الفصل الواحد وعشرين من تابعاته هو أنه المكتب الجامع السابق بما نتعرض العقوبة الرياضية ولي ما عاش عنده حق يترشع فنحنا كنا يخرج نفتحوا الباب للناس الكل باش تنخرط ويتفضل هو والفريق متاعه ويرشحوا أنفسهم للانتخابات اللي بعدها الحديث عن تضارب المصالح فيما يخص شخصي المتواضع مرتبط في أنه ابني هو من أبطال علي قعلولي علي قعلولي هو من أبطال الرياضة هذية فمانيش عارف بأي معنى هو انتفاع ولا أصلا شنو دخله هو الحقيقة لما غادر تونس أصبح ما شاء الله عليه هو الآن يعني عايش في بريطانيا عنده أكثر من سنة ويدرب العديد من الفرق في العديد من دول العالم العربي ويدرب الكثير من الشباب في الرياضة هذية نحن اللي عملناه وقتها في مرحلة الكوفي دخل معنا وقتها نذكر رئيس الجامعة وقتها المكتب الجامعة المنحل وقال إنكم عملتوا الديسيزيو هذي في إيطار سياسة تكميم الأفوية باعتبار أنهم رفضوا أنه وديع الجري ديما نرجعوله بطبيعة هو كان بشيخ ينظم المسابقات في الرياضات هذي هو الفض وبعث احتجاج الوزارة فأنتم عاقبتوا؟ لا مش صحيح مش صحيح حقيقة هوسون بيين لك عليش حتى قانونيا مش صحيح أولاً تم الجامعة التونسية لكورت القدم اللي نحن وقتها نظمنا تظاهر رياضية إلكترونية والحمد لله كان في تقديري ناشحة نظراً لحدد المشاركين فيها والوحدة بالنسبة للفيفا الفيفا دوميل دونتاين أو دوميل با أولاً في القانون الفيفا تحتكر لنفسها حقوق تنظيم تظاهرات حتى الإلكترونية في الاختصاص هذيكا لجو فيفا فما تنجمش يجيه أي هيكل رياضي آخر يعمل الورغانيزم معناها أنتونوار في الجو فيفا دون التنسيق مع الفيفا إذن ابتداءاً ما ثماش يعني هي الجامعة مش كان فيفا لا لا البلاغ اللي هنفطه وقتها ما فيش كان فيفا في كل شيء مشو خطوة خطوة منتفعل معك مثلش معناها تدخل الجامعة التونسية لكورت القدم وما احتش شي وما جيتنيش مراسلة فيها احتجاج أنا من عند الجامعة نجمه يحب يرجع يرجع للأرشيف منتع الوزارة يجيب لي مراسلة فيها احتجاج من الجامعة التونسية لكورت القدم بخصوص واحدة ذيكا ما تمتش هذية العكس نحن طلبنا منها أنا تشارك واتصلت بمجموعة من الجامعات الأخرى طلبت منهم اللي عندهم فليير إلكترونيك باش هما زادا يدخلوا يعني حبينا أن مشاط هذية يساكمها سباق السيارات إلى غير ذلك فإذا لا علاقة للجامعة التونسية ولا سوى ديعجارية ولا أي من منتسبة جامعة كورت القدم بملف الهيئة التأسيسية للجامعة التونسية للألعاب الإلكترونية بعد ما خرجت بنسبة قديش راضي على روحك واللي قدمته في الوزارة؟ بنسبة قديش معنا بعد ما خرجت وغادرت الوزارة؟ بنسبة قديش راضي على عملا متاعك؟ أنا قتلك شنية الحاجات اللي راضي عليها؟ معناها أنا بذل جهدي بذل جهدي معناها بذل جهد الحمد لله يعني مش قليل كان ثم برشة أفاق قتلك من الحاجات نعتز بيها مثلا المستشفى الميداني وبرشة حاجات ما نجم ناش نعملها أربعة شهور ونصف مش واحد ما يتخيلش برشة المرور بالوزارة هذية قديش راضي أنا ضميري مرتاح الحمد لله يعني بعد ما خرجت وصلت تخدم على قانون الهيئة وقدمت وقتها في مجلس النواب فيه تجار الصلاحيات شوية ولا ليه؟ خطب ما تشوفت من صلاحيات الوزارة ولا ليه؟ على كل حال من صلاحيات لم يمنع أحد الوزارة أن تقدم مشروع أي قانون لمجلس النواب ثم النص اللي قدمته لا علاقة له بما تم إنجازه والتقدم في إنجازه في وزارة الشباب والرياضة نص آخر؟ نص قريب في الأخرة هذاك أنا مسؤول عليه النص اللي قدمته هذاك أنا مسؤول عليه النص اللي كانت تشتغل عليه لداره كل شيء هم مسؤول لنا وثماش حتى حد يمنحهم ولا منعهم بعد ذلك أنهم يتقدموا بمبادرة للوح أنا كان ثم مبادرة ما خدمتهاش وحدي تم تقديمها لمجموعة من الكتل في البرلمان وقبلوا وقدموها في كل حالات معناها هي تاو الله وعلم عليها في إنها يعني يعني البرلمان ما عادش موجود بالتالي ما نتصورش أنه بش تقدم فيه مشاريع ولكنه كان يجب إخراج المشروع هذاك اللي بدأ يتم الشغل عليه مشروع قانون هياك من من الفين واثناش كان يجب يخرج من الدرج هذاك ويخرج من البيروقراطية ويتقدم أما بش نقعد ونحن أقعد استنى ولي يجي حس حي بروح وش يبدأ من الجديد معناه محناش بش نتقدم خمسة وعشرين جويل ديك قرارات هل تشوف لازم حاجة من نوع هذا في الرياضة تصير ولا لي؟ لا لا أنا لما كنت في الوزارة وقلتها أكثر من مرة أنا لا أريد أن يكون حل أي مكتب جامعي إلا في جلسة عامة انتخابية وكنت وأعتبر أنه من يجب تجنب حل أي مكتب جامعي مهما كانت الأخطاء عالية وأنا نصبر على مكتب جامعي ولو أنت حلت مكتب جامعي ولو أن حلت مكتب جامعي وقلت هو ليس منتخبا مقطة مهمة لذلك أنا أكدت في حديثي قلت راه هذه هيئة تأسيسية مش مكتب جامعي منتخب ويعرفوا رؤساء الجامعات الموقف هذائي متاعي أنا منهم قلت أنا نصبر على مكتب جامعي لأنه كلها العرق معروف متعودين به تحل مكتب جامعي تجيب مكتب آخر بحسابات كل شيء فأنا كنت ضد وقلت يزينا نوصلوا لمكتب جامعي تحل كم بانتخابات ولذلك ما نشوف شيء خمس عشر جويلة في الرياضة شنو عليك في الصراع اللي صغير بين رئيس الجامعة والوزير الحالي كمال دقيش وحتى حرب تصريحات سينا أنا ما نشوف شيء ما شفت شيء من وديع الجريء أنه هو بادر تصريحات تجاه الوزير السيد الوزير الأستاذ كمال دقيش لو أنه سؤال ما قلتش بادرة قلت حرب بينا كمزوز إيه مو هذا هو مو الخاطر الحرب يعني تقتضي الوحد أنا شفت اللي أستاذ سيد الوزير كمال دقيش هو الذي بادرة في هذا الاتجاه وكنت سؤلت من أحد زملائك قلت العركة هذه لا علاقة لها بالرياضة ولن تخدم الرياضة سياسة؟ حتى في السياسة لا لا معارك أصغر من السياسة هاي معارك أصغر من السياسة أنا ننصح شاخ مشيكة شخصية؟ ننصح صديقي محرز بوصيان أنه يمشي يعمل جلسة العامة الانتخابية وما يقعدش يلوج على معارك مع جامعة تونسية لكورت القدر سألتك عليك أمال دقي جوب هاي محرز بوصيان أنا أقصد الإجابة بما لسانة مشافرة؟ لا لا مش مشافرة واضحة يعني شو تحب تقول ما فهمش؟ معناها أنا رأي العركة هذه حتى الوزير ما عندوش بها علاقة حتى الوزير ما عندوش بأع علاقة كلام اختيلي إذا كان وعيتها في قيمة وزير يوصل معناها سلاح المتعى حرب Country معناها هو يتحمل مسؤولته هو وزير الآن هو اللي مارس وأنا أنصحه ونصحة صديق العركة هذه مش مش تنفعه هو كوزير يعني مش مش تقدم له مش مش تقدم له في حلين مشاكل رياضة وما هي شي لما نفترض بيحقق فيها انتصارات ما هيش بش تنفع الرياضة التونسية حقيقة يعني وما هيش بش تنفع كذلك اللجنة الأولى فيها فقط معناها حمل إضافي ولقدر الله نحن اليوم بلادنا مع المشاكل والمصائب اللي قاعدين نعنوا بيها نزيدوا عليها تعطيل أو تجميد البطولة التونسية معناها في مشين عبث هذا يعني تصريح الأخيف كما قد رقيش في يا فهم اقتقال انتهت الفصحة وتلميحات برشل على رئيس الجامعة بكأنه فما حتى تلميحات الحرب على فسيل ولا حاجة من نواهيرا شنو عليك في كلام كما نواهيرا عنده يتطبق القانون علش انت أولي ما إذا كانت هناك فصحة كي يتم إنهاءها يعني هذا كلام كلام لا يدار الشأن العام بالكلام تاع البروباقندا انت يزير عندك السلطة انت كانت فما جامعة بالجامعات تطبق القانون الآن انت عندك زوز مرجعيات قانونية قانون الدولة إذا كان ثم فساد تحيلوا على الهياكل متاع الرقابة وكل شيء وخليهم يثبتوا وإحالتوا على الهياكل الرقابة بلا يعني اللي هو مدان يعني اللي هو متهم تحتاج التثبت طيب الحقه هو كوزير يعمل هدايا ولكنه مش مطلوب أن يخرجوا يحكي تطبق القانون والمرجعية الأخرى هي الهياكل الدولية اللي تونس جزء منها يجب احترامها ولذلك أنا قطلك ما معناها الدولة يزمها معناها تخلي مساحة تستقلالية واسعة للهياكل الرياضية لأنه عنده علاقة وهذا يخفف عبء على الدولة حتى العبء المالي وعبء المتابعة والرقابة كل ما تدخل وزير معناها ممثل الدولة في الشأن الرياضي يصبح مطلوب منه ويتلهاب المشاكل يورد في روحه في قضايا معناها الأصل يخفف روحه منها ويعاون عنده مشاكل انتع بنية تحتية عنده مشاكل انتع رياضيين عنده مشاكل انتع جامعات عنده مشاكل انه نحن اليوم تونس يزمها تول يزمها تستقبل أكثر ما يمكن تظاهرات معناها دولية باش ندخل الفلوس باش الرياضة تدخل في موضوع التنمية اليوم إذا كان صورة تونس في العالم عركة بين وزير وأكبر أحد أكبر الهياكل الرياضية معناها شكون بش يجيها شكون بش يجيها البلد هذية شكون بش يقول ش نعمل فيها تظاهرة عندي كناعي في اليسار مات الزمبيا تونسو الزمبيا حقيقة ما 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 تابعتوش حقيقة يعني بسدق ما نسياش تنقل تنقل على موضوع عدم حضور حرب بلاغات تقريبا تسار وفاية مزوس ايه انا هذا ما شبتوش مشهد باهي انه رئيس الجامعة التونسية يقعد على القرادان هاذي السؤال اللي خارش قاعة شرفية تريبيون جيت خصيصا ننسكو في الحمامات جيت خصيصا من الحمامات بش رفقت و بش تخلي لأنه هو رئيس هيكر رياضي ما تنجمش تتعامل معاه عندك معاركة خليها في الدار هذو كمعاركة مش شخصية هاذا رئيس جامعة لأصل أنه تتعن ما في إطار قنون قبل ديك قطلي ما فهمتش معناها انتهت الفصحة هاذ كان فهمها فصحة وانتهت نحب نفسرلك التأويل مع طب تاع الوزير يقان أنه وديع جري كان محمي من حركة النهضة بواسطة من سيد أحمد قعلول اليوم بعد اليسار في 25 جوليا هاذا شنو قصد بانتهت الفصحة ما كان فماش حاجة أنه أحمد قعلول كان يحمي وديع كان يحمي وديع ويحمي غير وديع وأنا أعتز على المستوى الشخصي بعلاقتي بوديع كما أعتز بعلاقتي بالعديد من رؤساء الجامعات أنا أعلم أنه في لحظة معينة أريد للقضاء مثلا أنه يدخل باش يمنع الجلسة العامة بتاع جامعة كرة القدم في 2015 وهذه كان عبثل وكان تم كان باش يدخل البلاد في فوضى إلى غير ذلك إذا كان هذه حماية أنا أعتز بهذه الحماية ما يقلقنيش لكن هاذا قرار قضائي وقت أخرج دفع ذلك لا مثلا ليش قرار قضائي لأنه كان ثم قرار تحكيمي من الكناس ومعروفة العركة بتاع الكناس أريد للقضاء التحكيمي بتاع الكناس أنه يمشي للقضاء العادي وهذا مخالف للقانون بخلاف الخلافات الرياضية كان فهم حتى كلام تحكي على قضايا الجارية كانت معطلة بتدخل من حركة النهضة الوديع الجارية مثلا نعطيك الدوسيم بتاع البروموسبول الدوسيم بتاع اللي تحركوا توا كيف كيف تجهيزات الرياضية والديوانة اللي عايتوا تقريبا الأسبوع الماضي الأشرف العادي ما ربطاني يقضي يحكي فيهم أكيد تعرفوا مكلمنيو بش ناس لك عليهم يقال هذوم اللي كانت حركة النهضة معطلتهم بقضا يعني كيفاش معطلتهم معناها واقفين الدوسيات ما فهمتني يكيد سيد أحمد؟ ايه لا لا اسمعني خل نفهمه ايه طيب حركة النهضة الآن تونس بكلها تحكم بسلطة مركزية واحدة ام طيب هلقى عندك القضايا تفضل وكانت تلقى ملف دخلت فيه حركة النهضة وعطلتهم طيب همشي وجه لها تهمة هذا كلام فقط كلام برا ايه سمحني في الكلمة كلام فارغ تاع بروباجاندا انا اللي نعرفه انه الجامعة التونسية اللي يكرت القدم هي محل مراقبة متواصلة منذ الفين وثناش من الهياك الرقبية العليا في الدولة موش متاع الوزارة CFG ايه معناها يراقبوا فيه بالملين لكن اللي قاتل مع ملاحظات وما تصرفوش خلاص هو يتصرف هو يتصرف تصرف مع هالدولة اما هال الحبش نقول الكلام يعني مش مناسب الكلام الكلام اللي هو كلام في الهواء ما عندوش قيمة اذا كان الجامعة التونسية عندها اخليط فما القضاء ولكن القضية لما تكون مطروحة عند القضاء زي تخرج تحكي عليها في الاذعات لانو هذا مخالف للقانون باش تفسر الاسبوع الماضي تم استدعاء وتقريبا نقوله تحرك كل من انا رايي انا رايي هذا كله داخل في عركة بديت عم ناول وما فيهش لسناء واللي هي حقيقة ما عنداش حتى علاقة اكاين ربما بملف الشابة وبملف الترشح لش اسمه الاتحاد الافريقي او بالعركة او بالعركة متاع الجلسة العامة القادمة متاع الكوميتي اولمبيك متشوفوش اخطأ وديع جديد خاصة فيليسميتهم انتي من ملفات حلال الشابة خاصة هذا ولها تراق بشاماوي كيف 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 نحنا اا ادخلنا مع الدكتور وديع في ملف الشابة وندخلنا باش الامر ما 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 يستفعل شي وتقديري ان هو ان هوم وصلوا الحل في النهاية من نسبة ملف وصلوا الحل من بقى معاما ما وصلوش الحلو لا لا الحل لوصلوه التونسي لانو الكنارس الشي اسمه المشلك ناس الشي اسمه الجلسة العامة. التاس. التاس. معناها مخذيت شي قرار يمنع الجامعة من أنه تواصل في إجراءاتها. ولذلك تم حل إشكال في الجلسة العامة. وهذه مسلة مهمة. هذا اللي حابوا يصوروه من جهة الجامعة. على كل حال. على كل حال. معناها مش نتعاملوا مع الواقع. كان يمكن الجامعة تواصل. فيما يخص فيما يخص فيما يخص الكاف. معناها أنا حب معناها حولت مع الدكتور. ولكن كذلك في نهاية هذا التنفس. من حقه هو شخص. ما هوش تنفس. إذا كانت نفس منصب منصب رئيس ومنصب عضو تعرض ومكتب تانفيذ يفرق. من حقه أنه يترشع. علش مصر؟ يعني تونس هل كان عندها أمل؟ علش لي؟ ما كانش عندها أمل. هل شو نقول لك علش؟ لأنه عمليا الشخص اللي جابوه حطوه على رأس الكاف تم اختياره من الفيفا. وجابوه خارج المعادلة. جابوه لهم من مصر ولهم من مغرب ولهم من مغرب. هذي نجم نتقل في خانة الكلم فقط لحكي تعليق بإلك. لا لا لا. هذا في خانة الأخبار اللي وقعه حقيقة. فم موازين قوة. فم موازين قوة. تتصور تارق بوشاميوي بخبرته وفي تجربته في الكاف وفي الفيفا ما يعيش اللي حاجة تهيبلي؟ ما نحبش ندفع الكلام للحضور. هذا ملف الآن انتهاء. والسي تارق معناها له منه كل الاحترام. فأنا ما ندخلش في عركة مش عركتي. ولذلك ما نشوفش للوزير من دوره أن يدخل في عركة مش عركته. لنفترض فم خلاف بين تارق بوشاميوي وديع الجريش ما دخل وزير في الحكاية. شو دخل؟ هيدا الشأن الرياضي كوروي. خليهم يدبروا روصة مع بعضهم. بي قبل يك اسألتني شنوم القضايا. حكيت أيضا عن تضرب المصالح. ما تشوفش الحكاية متاع عقد البرومسبور مع الجامعة في تضرب مسالح من وديع الجريش؟. كيف يشتراه مثلا؟. تعتبر أنه موجود في عضو في مجلس إدارة البرومسبور؟. شكون حطوا عضو؟. من قرر أنه رئيس الجامعة التونسية لأنه هو وديع الجريش ليس موجودا بصفته وديع الجريش باسمه؟. موجود بصفته؟. رئيس الجامعة. شكون اللي حط في القانون بتاع البرومسبور أنه رئيس الجامعة التونسية لكورة القدم يكون عضو في مجلس إدارة متاحة؟. من قرر ذلك؟. جوابني مثلا؟. و الدولة قررتها. الدولة اللي أنشأت المؤسسة هذه عملت وصف للهياكل متاحة وفي الوصف هذهك حطت رئيس الجامعة التونسية لأنه اليوم وديع الجريش غدوة واحدة آخر وقبله كان واحد آخر. فإذا كان ثم تضارب مصالح هذا خطأ الدولة بوش خطأ وديع الجريش. واضح. كيف كيف تعتبر غلط الوزير الحالي في حال جماعة الفولير؟. كيف كيف باعتبار قطل مبدأ القرار عندك أنت؟. معناها معناها كان يمكن إذا كان ثم مشكل في الجامعة التونسية للكورة الطائرة كان يمكن أولا من الفريق اللي مع الوزير أنه يدرس القانون ويعرف اللي فهم هيكل دولي. كان يمكن يترسل على هيكل دولي ويمشي. أما اليوم أنه نلقار واحنا معرضين للعقوبة ملابسة. شنية نصيحتك لي؟. هو رجل القانون. أنصحه بأنه يلتزم بالقانون. مش قاعد يلتزم به؟. أنا رأي معناها قاعد مهوشي. يعني على الأقل هو ما نشفتوش التزم بالقانون في فيما وصفته لك. الآن ها هو فهم حالات. أنا كان يمكن. طب هو أحر هو زي بنجم يستعمل صلاحياته ولكنه يستعملها أحسن في ما فيه مصلحة الرياضة. شنية قراءتك لليامة الجيش؟ أتقوين ما قال الصراع هذا؟ شنو تتصور؟ ما هوش بش يكون فيه مصلحة الرياضة. البلاد اليوم فيه مرحلة انتقالية لن تطور. مش تخرج منها. ولذلك اللي يخدم يخدم على المستقبل لهه غدوة مش بش يكون كما اليوم. وديع الجري ربح تقريبا أغلب الصراعات مع الوجراء. تتصور كيف كيف ينجم يربح الصراع هذا؟ معناها أنا قلت المرحلة إن احنا فيها مرحلة قصيرة مش بش تطوات. فاللي يعمل عركة يحسب بحساب غدوة. مرحلة شنية؟ مرحلة على البلاد؟ وديع الجري شخص منتخب. مازال موجود. والمنصف في الوزارة يمكن يطوليك منقصة. أكثر وزير شد. يمكن شد لمدة عام، عام ونص. وبعديك أغادر. ورؤساء الجماعات منتخبين قاعدين. واضح. يعطيك صح يا سيداح. شرفنا بحضرك بحضائنا اليوم. عارشتو خليك في اللقاء كانت حب تقول حاجة. ولا سوء ايه؟ ما حكيناش فيه ولا موضوع؟ لا للأسف ما أنت بارك الله فيك ساعة على الدعوة. ونحنا في مرحلة بلادنا تمر فيها مصاعب كبيرة. نس كل نحبوا نشوفوا اش فمه في آخر نفق هذايا. يعني أنا لما رجعت لتونس قلت دوبة دوبة دخلت حتى تتساقي في الأربعين. يعني ما زال ما عنديش عربية يعني. بتويت عدين عشرة سنين. وداخل في مرحلة عمرية أخرى. حقيقة أنا مؤمن اللي نحنا بنجد. ما عش نقول والله. اللي ما نحتاجوش شي لغيرنا باش يعاوننا. أنا على أقل المودال متاع قتلك مثلا شمبونة دوموند ولا اليوم الوطن للرياضة ولا المستشفى المدني. صدقني كله تونس. وكله شباب تونس. ما فهمت إيه الجملة. شكون غيرنا باش يعاوننا؟ لا لا ما نحتاجوش لغيرنا معنا. أي دولة أخرى معناها. قاعدة قاعدة يصير طواليوم؟ نحنا طوالغيرنا حتى حد ما باش يعاوننا هذي المشكلة. هذي جملة سياسية ولا رياضية باش نفهمها. هاش نقولك نحكي في السبار. اي. ونحلو برشة مشكلة. إن شاء الله. أكيد هيرن. هذي نقصو من العرق ونخدمو. والبلاد تسيعنا كل في نهاية لنا. أكيد هيرن. ونحنا شوية 12 مليون في بلاد تسمى كبيرة يعني. إن شاء الله جاي خير. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أن يستجويني في الإخراج. شكرا أن ناصر السيكري في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات.